مواقف الأحزاب السياسية تجاه نظام المساهمة المالية الحكومي تتأرجح ما بين مؤيد ومعارض لكن غالبيتها ترى أن شروط الدعم تعجيزية فيما تؤكد الحكومة أن النظام المالي يعزز حضور الأحزاب تحت قبة البرلمان هو نظام جيد لأنه نظام تقدمي معمول فيه بمعظم الدول الغربية ويساعد على الأحزاب المشاركة في الحياة السياسية والبرلمانية والانتخابية الدعم المالي ينقسم إلى دعم سنوي ثابت وآخر مرهون بالانتخابات ولا يشمل الأحزاب التي يقل عمرها عن عام وتلك التي لم تعقد مؤتمرها العام ولا بد من استكمال النصاب القانوني لعدد أعضائها بخمسمائة عضو فضلا عن ربط نسبة الدعم بنتائج الانتخابات شروط تتفرع منها أيضا اشتراطات كثيرة أثارت حفيظة الأحزاب المضمون السياسي لهذا النظام هو مضمون تضييق على عمل الأحزاب السياسية حيث أنه على سبيل المثال بخصوص الانتخابات النيابية حتى هذه اللحظة المبلغ المرصود هو 20 ألف دينار للحزب إذا أوفى بالشروط التالية أن يرشح ست أشخاص في ثلاث دوائر انتخابية ليحصل على 20 ألف دينار وحسب بسيطة يعني نستطيع أن نتبين كم أن هذا المبلغ قليل جدا 41 حزبا من أصل 48 تشارك في الانتخابات نظام الدعم المالي قديم جديد وقد مر في ثلاث مراحل منذ عام 2008 وآخر تعديل عليه دخل حيز التنفيذ قبل أربعة أشهر نظام سيسهم في تقهقر الحياة السياسية تقول الأحزاب الصغيرة لأنه يصب في مصلحة الأحزاب ذات الثقل لانا شهين عمان آل ميادين